جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم أم مرون من المملكة بعد التسأل وتقول لقد رضعت ابنة أختي أربع رضعات متفرقة بينها عدة شهور ثم بعد ذلك رضعتها الرضعة الخامسة ولكني أشك في هذه الرضعة الأخيرة لأنني عندما قمت بإرضاعها أمسكت الطفلتها الثدية وشربت منه قليلا ثم نامت عليه ولا أظن أن هذه الرضعة أشبعتها ما حكم الدين في ذلك أستمروا مأجورين مع التوضيح لذلكم الله خيرا حب الرضعة ليست كما فهمته السائلة أن أن يشبع الطفل وإنما حب الرضعة ينص اللبن ولو كان قليلا فإذا نصه وتركه فإن هذه تعتبر رضعة ولو كان اللبن ينصه قليلا فما دامت أنها رضعت هذه الطفلة خمس مرات فإنها تكون بنتا لها من الرضعة ويكون محارم هذه المرضعة محارم مرتبعة